أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلاة تفتح لنا بها أبواب الفضل والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير أحبابي الكرام أيها الطلاب الأعزاء الأفاضل اعلموا حفظني الله وإياكم من الشرور أن الله سبحانه وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم ولم يقل تبارك وتعالى قل لا إله إلا الله قال فاعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم حتى تقال عن يقين وإيمان بالعلم ولم يقل قل يجب على الإنسان أن يتعلم ويعلم وهي أول ما يبدأ به في ذكر الأسماء وليست من أسماء الله الحسنى وهي كلمة الشهادة قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ومعناها شرحها لا معبود بحق إلا الله ولا معطية ولا مانعة ولا ضارة ولا نافعة إلا الله وهذه هي الكلمة الطيبة هي كلمة التقوى هي المقصود بقوله تعالى وجعلها كلمة باقية وفي الحديث القدسي الشريف يقول عز من قائل لا إله إلا الله حصني فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي أقول لك اعتق رقبتك من النار بقول لا إله إلا الله سبعين ألف مرة اعتق رقبتك من النار بقول لا إله إلا الله سبعين ألف مرة قصمها على الأيام أو في النهار أو في الليل اجتهد قال سبحانه جل وعلا غافر الدنب لمن قال لا إله إلا هو لا إله إلا الله وقابل التوبة ممن أناب ورجع إلى قول لا إله إلا الله وشديد العقاب شديد العقاب لمن لا يقول لا إله إلا الله ومما جاء في فضل قولة هذه الكلمة الطيبة التي هي لا إله إلا الله روية عن علي الرذى بن موسى الكاظم من آل البيت هذا موسى الكاظم لما دخل نيصابور مدينة نيصابور عاصمة خراسان آنداك وكان في قبة مستورة على بغلة شهباء وقد شق به سوق فعرض له الإمامان الحافظ أبو زرعة شق بمعنى قص في وسطه في الشق هو الوسط عرض له الإمامان الحافظ أبو زرعة وأبو مسلم طوسي وكان معهما من أهل العلم والحديث ما لا يعد ولا يحصى فقال أحدهما يا أيها السيد الجليل ابن السادة الأئمة الكرام بحق آبائك الأطهرين وأسلافك الأكرمين إلا ما أريتنا وجهك الميمون ورويت لنا حديثا عن آبائك عن جدك نذكرك به فاستوقف غلمانه وأمر بكشف المضلة وأقر عيون الخلائق برؤية طلعته وإذا له ذؤابتان وتعلمون ما معنى الذؤابة هي الضفيرة معلقتان على عاتقه بمعنى على كتفه والناس قيام على طبقاتهم ينظرون ما بين باك وصارخ ومتمرغ في التراب وعلى الضجيج فصاحت الأئمة الأعلام معاشر الناس أنصتوا واسمعوا ما ينفعكم ولا تودوننا بصراخكم وكان المستملي أبا زرعة وهو محمد بن أسلم الطوسي فقال علي الرضا رضي الله عنه حدثني أبي موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه زين العابدين عن أبيه شهيد كربلاء عن أبيه علي المرتدى قال حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني جبريل عليه السلام قال حدثني رب العزة سبحانه وتعالى قال كلمة لا إله إلا الله حصني فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي ثم أرخى الستار وعلى المضلة وقال وسار قال أحمد رضي الله عنه الإمام لو قرأ هذا الإسناد على مجنون لأفاق بإذن الله تعالى وقال أبو القاصم القشيري رضي الله عنه اتصل هذا الحديث بهذا السند ببعض أمراء الساسانية فكتبه بالذهب وأوصى بأن يدفن معه في قبره فرؤيا في المنام بعد موته فقيل له ما فعل الله بك فقال غفر لي بتلفظي بلا إله إلا الله وتصديقي أن محمدا رسول الله 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 أحبابي الكرام أوصيكم بهذه الكلمة الطيبة لا تفرط فيها فهي التي كان يعبد بها الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين والصالحين قبل نزول القرآن واليوم مع فائدة في جلب المال في جلب الأموال وهي صحيحة صغيرة وصحيحة جدا جدا هذا خادم صورة الضحى في جلب المال الحمد لله هذه صفة ريادة صغيرة صورة الضحى الشريفة وخديمها خديم مومن ليس فيه ضرورة وذلك أن ترسم جدول متلت في كاغذين نقيين طاهر واجعله تحت فراشك بعد أن تمرر عليه شيء من المسك ويكون ميدا طاهر الذي تصلي فيه واجعله تحت فراشك الذي تصلي فيه صلاة العشاء وأنت تتلو صورة الصورة المذكورة يعني صورة الضحى أمر الأولى بالبسمة لا وتبقى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وللاخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدد والضحى والليل المرة الأولى بالبسمة والربعين مرة بدون ولكن سمع مزيان تقرأها احدى واربعين مرة واحد وربعين مرة لمدة احدى واربعين يوم كل ليلة في الليل تقرأها والجدول تحت الفراش تحت السجادة وأفضل أن تكون السجادة لا زركة شتى فيها ويكون طاهر التوب والبدن والمكان ولا يطلع عليه أحد وترسم ذلك الجدول مرة واحدة وتجعل هذا المتلت تحت الفراش الذي تصلي عليه عند انتهاء العدد تفتح الجدول في الصباح الباكر تجد فيها أربعة دراهم أو العملة أو من دهاب أو الله أعلم على حسب نيتك تصدق بهم على المساكين وزيد في عملك كل ليلة كل صباح تجد المبلغ حلال طيب والجدول مفتاحه مئتان وتمانية عشر متلت سالم من الكسر لا كسر فيه هذا خاطب الناس اللي هم عندهم دراية بتعمرهم إلعق العسل ولا تسل عن الشهد أخوكم أبو حور الروحاني يعطيكم الفوائد الصحيحة المجربة خضوها مني متلت مفتاحه مئتان وتمانية عشر مئتان وتسعة عشر مئتان وعشرون واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين اربع عشرين خمسة وعشرين ها كذا هاد المفتاح تكتبوا وتدوروا وتدروا تحت السجادة اللي بدا اللي غادي تصلي عليها ما تكونش فيها الزر كعشاء ما يكونش وتخلي الصباح تجد فيه المبلغ يوميا لكن تحافظ على عزيمة الضحى وما أدراكم ما الضحى وفي الختام وإلى درس مقبل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأصلي وأسلم على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين ولدنا ولدكم يا رب ارحمهم اغفر لهم ووسع عليهم ضيقة القبور وابني لنا ولهم عندك قصورا في الجنة ولداتنا ولداتكم كنت لهم الله تعالى باش يحفظنا ويحفظهم من شر الأشرار من الأمراض والأسقام الله يحفظ بلدنا وبلاد جميع المؤمنين والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ويحفظ جميع الناس كيفما كانوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين